السلام عليكم ورحمة الله مولانا الشريف الأصيل مولاي الشيخ الزبير حفيد القطب المكتوم مولانا أبي العباس السيدي أحمد التجاني الشريف الحصني الفاطمي رضي الله عنه تحياتنا كما تعوتنا على تبليغها وهي تحيات السنغال برجالها وبالنسائها بصغارها وكبارها كلهم أتوا بقلوبهم كلهم أتوا بأفئدتهم كلهم أتوا بمحبة أصيلة عميقة في صدورهم وعصيلة في مولانا أبي العباس السر المختوم والقطب المكتوب رضي الله وطال عنه وكلهم يحبون مولانا الشخص أحمد التجاني رضي الله وطال عنه ووفدنا هذا يضم من انخرطوا في الطريقة ومن يتمنوا ذلك كما يضم الوفد طائفة من الطرق الأخرى ولكن دفعتهم محبة الشيخ نتجاني رضي الله وطال عنه دفعتهم محبة في شيخ نتجاني وأنت وحضرتكم أدرى فمولاي الشيخ الحاجي مالك سي يقرر بأن محبة الشيخ نتجاني ولاية ولن يموت من يحب شيخنا إلا إذا صار وليا بعتنا وهذا وهذا الأمر الأصيل دفع هؤلاء جميعا رجالا ونساءا إلى الإتيان في هذه الحضرة المباركة التجانية الأحمدية المحمدية ورضي الله وطال عنه ساكنها رضي الله وطال عنه وأرضا وكلهم أتوا راجين فتحا وقبولا وقضاءا لحوائجهم وكلهم أتوا وقد جمعوا جميع حوائجهم وجميع مطالبهم في يدك لتوصل هذه الحوائج وحادي المطالب إلى جدك الأصيل الكريم المبارك مولانا الشيخ سيد أحمر التجاني نضي الله وطال عنه وعلى كل حال الحاج نجاسي الحاج أسنان جوب الحاج ندونغو الحاج مور جوب الحاج بابكر الحاج عبد العزيز الذي هو أنت بمثابة والد له كل هؤلاء أتوا وهم الذين يحملون الجهاز الذي يحمل الإخوان دائما في عيدي ليلة القدر وعيدي مولد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وهؤلاء النساء منهم من تحمل حوائج لأبنائها ومن تحمل حوائج لنفسها يريد أن يرزقها الله زوجا وبعلا كريما تجانيا مباركا موافقة ونسأل الله تعالى أن يستجيب دعواتنا لنا وهؤلاء مولانا الشيخ هذه هي الكلمات التي كلفوني إياها بتبليغها وأظن أنها قد بلغت وجزاك الله الخير مارك الله في الحمد لله جزاك الله أخذ عدل أخذ عدل أخذ أخذ رب العالمين صلاة والسلام على سيئنا محمد الصادق الأمين أخذ 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 في الزاوية الكبرى الزاوية الأم زاوية مولانا الشيخ رضي الله تعالى أنه أرضاه الشيخ سيد أحمد التجاني رضي الله تعالى التي بنيت على التقوى وعلى محبة الله ورسوله صب 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 والتي قال فيها الشيخ رضي الله تعالى أنه أرضاه لو علم الناس ما في زاويتنا لأتوها حبوا مولانا الشيخ سيد أحمد التجاني رضي الله عنه بديوخ نحن 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 نحتاج إن آن وكما تعودنا أن نستقبلكم دائما في هذه الزاوية التي هي داركم التي قال الشيخ رضي الله تعالى أن أرضاه زاويتنا دارنا نفعل فيها ما نشاء فنجدد لكم التهنئة بهذه الزيارة وخاصة في هذه الأيام المباركة من العصر الأواخر من رمضان فالحمد لله هذه الفرصة لا تتأتى للجميع فقد تمناها الكثير لكن الله يقتص بفضله من يشاء فنهنئكم بحضوركم هنا سائلين الله لكم مقاما طيبا وزيارة مقبولة زيارة مقبولة فكل من وراءكم من الأهل والأحباب هم حاضرون الآن معنا فنهنئكم بي تكرية فنهنئكم بحضوركم فكل ما ستقومون به من أذكار وصلوات في هذه الزاوية المباركة فضله فضل كثير إن شاء الله سأل الله تعالى أن يضاعفه لكم وأن يتقبله منكم ثم ندعو لكل شعب السنغال بالأمن والاستقرار والرفاهية والتعالف على محبة الله ورسوله وهذه الزيارة التي ستجعله فيها كان لدينا الأول هل ستستغل هذه الفرصة لتجديد أن أفرادكم وأذكاركم بالأخير راجعين الله تعالى التبات لنا ولكم والترقي في مدارج الطريقة بما يرضي الله ورسوله ومولان الشيخ ليس بصدق من رجال الله وبركاته بسم الله لكم على دي عودي كنت اتتغير